بنتكلم فيها طبعا عن حدث كبير جدا رحيل بليه أعظم أو الأسطورة الأعظم في العالم في كرة القدم طبعا كلنا عارفين أن بليه هو أعظم من ارتدى القميص رقم عشر خلونا نروح نستعرض في جولة تاريخية أفضل من ارتدى القميص رقم عشر في العالم على فكرة الاستعراض ده خلناه ضمن نجوم القرن اللي فات يعني مش هنلاقي فيه هذا الاستعراض لميسي أو زين الدين زيدان أو رونالدينيو في هذا الاستعراض خدونا نبدأ من نجم الماجر بوشكاش من الماجر طبعا هو أسطورة ريال مدريد منتخب الماجر كان ضمن الجيل الدهبي لمنتخب بلاده بينجح خلال مسيرته مع المارينجي أنه هو يحقق العديد من بطولات مختلفة ما بين الدوري الأسبانيا أو كأس ملك أسبانيا وكمان دوري أبطال أوروبا نجم العظيم بوشكاش من الماجر بعده بيجي من فرنسا ميشيل بلاتيني أيقونة الديوك الفرنسية بيحصل على جائزة الكرة الدهبية المقدمة طبعا من مجالة فرنس فوتبول كأعظم لاعب في العالم ثلاث مرات على التوالي أسطورة اليوفنتوس الإيطالي طبعا كلنا عارفين بلاتيني يرفع مع منتخب بلاده كأس الأمم الأوروبية سنة 1984 وهو كمان من ضمن القلائل اللي ما حصلش على أي بطاقة حمراء طوال مسيرته في الملاعب إلى الأسطورة دياجو إرماندو مارادونا من الأرجنتين كان أول ظهور دولي له مع منتخب الأرجنتين كان ضد فريق المغر فيه بتاريخ 27 فبراير سنة 1977 كان عنده كم سنة؟ كان عنده 16 سنة يعتبر أشهر من لمس كرة القدم على مر العصور البعض بيدعي وأنا منهم الصراحة أن كأس العالم اللي فاز بها الأرجنتين سنة 1986 هي كأس مارادونا شفنا طبعا التأثير العظيم الكبير جدا لدياجو إرماندو مارادونا نابولي حقق في تاريخه لقبي الدوري الإيطالي مرتين كانت بقيادة الأسطورة الأرجنتينية ومنذ ذلك الحين لم ينجح في تحقيق نابولي الإيطالي لم ينجح في تحقيق أي لقب مجددا الأرجنتيني دياجو مارادونا حصد كل الأرقاب كل الجواز أثناء ما صرته في ملاعب كرة القدم سواء مع نابولي سواء مع منتخب الأرجنتين دياجو إرماندو مارادونا وأخيرا يأتي العظيم أسطورة الأسطير البرازيلي بليه أو الجوهرة السوداء ملك وأيقونة ملاعب كرة القدم الجميع بلا أثناء تلاميذ في حضرة بليه الجميع بيتصروا على الفوز برفع كأس العالم مرة واحدة في العمر بس ما احترامي لميسي ما احترامي لكرياسيانو رونالدو زين الدين زيدان زيكو سكراط ردخلت لكن بليه هو وحده من بين كل أسطير كرة القدم هو وحده من رفع كأس العالم ثلاث مرات